موسيقى موسيقى واجبات المحامي هنتكلم عن الواجبات زي ما المحامي له حقوق عليه واجبات يلزم انه هو يراعيها تماما لان دي في مجملها بتكون شخصيته هذه الواجبات يحذر على المحامي شهادة على موكله ان يقيم شهادة على موكله متشهادش عن موكل بتاعك ولا تفضي باسراره عدم الافضاء باسرار الموكل مسألة مهمة جدا يمتنع عليك القيام بها افشاء اسراره التي ادلى اليك بيها اثناء قيامه بعرض مشكلته او موضوعه ويحذر عليك ان تفشي اسراره امام اي احد او امام اي جهة ولا يجوز لاي جهة ان تطالبك بالافشاء باسرار موكلك ابدا ولا تقرح على هذا لان هذا من واجبات المهمة يمتنع عليك انك انت تشتغل في منازعة وتشتغل مع خصمك في نفس المنازعة يعني انت اشتغلت مع واحد في اول درجة في قضية ثم استقنفت ولجأ موكلك الى اخر ما يصحش ان انت تروح للخصم تعمل معافل استقناف لان الدعوة دي انت عملت فيها في اول درجة يمتنع عليك تماما ان تباشر فيها اي دفاع للخصم او حتى تقدم له فتوى او استشارة دي من المسائل المهمة جدا اللي يجب على الاستاذ المحامل نورعيه ما تتعملش في الحقوق المتنازع عليها ودي قانون المرافعات اللي بيحكمها يعني ما يبقاش فيه عقار متنازع عليه وحضرتك فيه دعوة بشأن هذا العقار ثم يعرض للبيع فحضرتك تدخل تشتريه انت او اي حد من اسرتك برضو ما ينفعش غير مقبول زيك زي القاضي بالزبط في هذه المسألة فيما يخص اتعاب المحامي المحامي بيبقى عامل عقد موكله بياخد الاتعاب بتاعته اذا امتنع الموكل عن اعطاء الاتعاب يمكن انه هو يحجز مستنداته يلجأ لدعوة قضائية ودي مسألة هنبقى ناخدها على تفصيل فيما يتعلق باتعاب المحامي وكيفية اقتضاءها من موكله لانها مسألة مهمة جدا وفيه مشكلة للأساذة بيتعرضوا ليها فيما يتعلق بمسألة الاتعاب واقتضاءها وبخاصة مؤخر الاتعاب هنفرد لها حلقة نوضح المسألة دية لانها تهم كتير من الشباب يبقى بعد ذلك حضور المحامي امام المحاكم معلوم ان الحضور امام محاكم الجنايات وجوبي للمحامي اذا ما حضرش محامي في الجناية يبقى الاجراءات باطلة والمحاكمة باطلة لعدم وجود محامي طب يجوز في الجنح اه حضور المحامي وجوبي في الجنح وجوبي في الجنح اه امتى الكلام دي لما الموكل يلجأ الى محامي في الجنحة يمتنى عن المحاكمة ونظر الدعوة الا بحضور هذا المحامي وهي جنحة يلزم مدام الموكل او المتهم احضر محامي يلزم ان المحكمة تسمعه واذا غبت انتظره طب اذا تعب المحامي في الجلسة تتأجل القضية لحد ما المحامي يخفه ويحضر في الجلسة ويشتغل وده سبب من اسباب التأجيل طب افرض استاذ تعب في الجلسة او قدم طلب تأجيل لمرضه او لعذر صحي والمحكمة استمرت في الدعوة ده يبقى اخلال بحق الدفاع لان ده ظرف قهري ومحكمة النقضة قالت لازم يقدر ويحترم وتؤجل الدعوة وما ينفعش انك تنتدي بمحامي لان الاستاذ المحامي الاصيل مرد لان القانون استلزم ان المحامي يكون باختيار موكله يعني لا يليق ان المحكمة تنتدي بمحامي وانت جايب محامي موكله المنتدب يتنحى ينحسر غير مقبول وجود المحامي اللي انت اخترته هو ده اللي يحضر وهو ده اللي القانون حماه وهو ده اللي القانون حماه حقك فيه كموكل انك انت تختار محاميك حق الموكل في اختيار محاميه هذا فيما يتعلق باختيار المحامي هذا فيما يتعلق بعذر المحامي اذا عنا له عذر عايز يأجل القضية لسبب خاص به مرض او ظرف قهري عنده جلسة اخرى في محكمة اخرى بيرفع هذا العذر للمحكمة والمحكمة بتستجيب ليه وان ما استجبش بيبقى اخلال بحق الدفاع دي من مسائل المهمة جدا للمحاميين حضور المحامي امام الجنح وضحنا انه هو بيكون اذا حضر المحامي يلزم سماعه ما ينفعش نكمل قضية من غيره اما في الجنايات اذا ما جابش المتهم محامي المحكمة بتنتديب له محامي على حساب وزارة العدل واتعابه من عند وزارة العدل لانه مستحيل ولا يقبل ان تقوم محاكمة جنائية في جناية دون محامي لانه من ضمن الهيئة التي تقوم بدور المحاكمة النيابة القاضي المحامي وحق المحامي الموكل في اختيار المحامي دي مسألة مهمة جدا وحق المحامي ايضا في اختيار موكله ممكن انك تختار الموكل وممكن ترفضه ممكن توافق انك تشتغل في منازعيته او ترفض اذا ما عنا لك اقتناع او وجه من اوجه الدفاع واتقدر تساعده وتقف جنبه في منازعيته بتقبلها اذا رأيت انه مرفوض في نظرك او غير مقبول او دفعته الى الجريمة بواعس لا تشرف جعلتك ترفض ان تتضامن عافي الدفاع فهذا شأنك انت محدش يقدر يكرهك تشتغل مع مين ودي عظمة المحاماة انك انت بتختار موكلك القاضي ما بيختارش اللي قدامه ولا النيابة بتختار اللي قدامه انه دي المتهم بيجي المتهم اما انت لأ انت بتختار اللي انت عايزه واللي بتتعامل معاه وبتحدده الموضوع اللي نسبك بتشتغل فيه وزي ما سبق وقلنا بتحدد ايه كمان طريقة الشغل وكيف يكون العمل وكيف يكون الاداء وفقا لما ذكرناه من حكمة معالي النقيب الاستاذ الجليل رجاء عطية من ان المحامي هو المؤلف والمخرج والممثل دي مسألة مهمة جدا لو ركزت فيها هتفهم يعني ايه دورك دورك خطير جدا دورك تفاصيله كتير دورك عايز قانون دورك عايز شخصية دورك عايز المان بالواقع دورك عايز ثقافة عامة شاملة في كل الامور التي تهم المجتمع لان دي مسائل كلها بتفيدك في دفاعك وفهمك للقضية وفهمك للمحكمة وتأثيرك على القاضي زي ما سبق ان احنا وضحنا وزي ما قلنا ان المرض المفاجئ للمحامي او الظروف القهرية التي يتعرض لها توجب على المحكمة تأجيل الدعم المحكمة تملك انها ما تأجلش لكن بيترتب عليه اخلال بحق الدفاع ويتم نقض الحجم فانت لا تقلق حقك محفوظ والقانون حفظه في هذا الامر مسألة اختيارك للموكل والقضية ده امر موكل لكن انت والضميرك والاختيارك والقناعاتك والثقافاتك هذا فيما يتعلق بالمحام وعايزين نوضح مسألة مهمة جدا ان دور المحامي ده امر مهم جدا 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 يلزم ان احنا نهتم به ونفهم يعني ايه المحامي ربما انت مشكلتك انك انت بتبدأ في الحياة الظروف ضيقة الطريق يعني فيه فيه صعوبة وعر لكن اذا تجاوزت هذه الصعوبة هتبقى حد مختلف تماما هتبقى تمتهن مهنة مختلفة تماما عن كل الوظائف اللي شغلها اقرانك من حاملي لصنص الحقوق غير المشتغلين بالمحامات هتجد ان انت مختلف تماما هتجد نفسك لامع هتجد نفسك نجب واللي صنع هذه الالمعية والنجومية هو جهدك وتعبك مش مقتضيات الوظيفة ولا هبت الوظيفة لا هبتك انت شخصيا وانك بتلوز بمهنة المحامات التي يلوز اليها اساطيل القانون لما السادة المستشارين رؤساء المحاكم بيتركوا العمل في القضاء والنيابة والشرطة بيلجأ الى المحامات في اخر عمره يلوز اليها اساطيل القانون فكم هي مهنة عظيمة وكم هي مهنة مقدسة اذا قدسناها واذا احترمناها وان عطاءها لكثير لكن لمن اعطى مهنتنا زي المراية والريها توريك لازم انت توريها الاول وريها قانون وريها شياكة وريها احترام وريها الياقة وريها لباقة في التعامل مع الاخرين الزملاء بنشوف ان هم كل يومين زميل في مشكلة مع ضابط زميل في مشكلة مع احد السادة وكلاء النيابة زميل في مشكلة مع السادة القضاء ما ينفعش ده يحصل اصلا اما تبقى ملمة بالقانون وفاهم وضعك وفاهم حجمك وفاهم دورك مستحيل هتصطدم بحد من دول ولا انصحك ابدا باستضام بيهم لان ده حد بيقدي وجبه انت كمان قدي وجبك اذا تجاوز في رئيس هو مش شغال عند نفسه كل واحد له من هو اعلى منه اذا اجارك خلصة الحكاية اذا ما اجاركش هناك من هو اعلى ومن هو اعلى والمسألة لما بتعرفها على التفصيل اللازم بتبقى عارف حدودك ولا تتجاوز ابدا لكن انت تخيل انك داخل على حد بلياقة وزوء وشكلك كويس اسلوبك محترم الطلب بتاعك قانوني ومزبوط ومنضبط وعلى قد الموضوع اللي انت بتتكلم فيه مين اللي هينهرك مين اللي هيزعل منك مين اللي هيزعلك مستحيل حدش هيدايقك اللي هيدايقك ان انت ما تبقاش فاهم حدودك اللي هيدايقك ان انت تبقى داخل على الحد مسؤول بشكل غير لائق او بتكلمه بشكل غير لائق انت داخل عليه في مكتبه اه هو بيقدي عمل عامه بيقدي وظيفة بيقدي واجب لكن في النهاية ده مكتبه وعمله لازم تدخل عليه باللياقة اللازمة تتكلم معه باللياقة واللباقة والقانون فاهمك للقانون وفاهمك لحدود مسألتك وانك تقدم له اسانيدك في طلبك او يكون الطلب مشفوع ومكتوب بالاسانيد بتاعته ده بيجعلك راجل متميز ومحترم اذا استجاب لطلبك فبها وان لم يستجب لما تلجأ له رؤساءه هتبين طلبك وهتبين محتوى وهتبين اسانيده هيعرف ان انت راجل كويس وراجل محترم واللي حصل معك ما كانش ينفع وهيجيبولك حقك بدون اي مشاكل وبدون منلم بعض وبدون من نعمل محاضر المسائل دي ما تلقش ما ينفعش ده المحامب يخش يفك مشاكل مش يعمل مشاكل اشتركوا في القناة